مرحبا و اهلا و سهلا بالجميع بوصف جديد من حيات سوم كوكين تشانل ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وصفة اليوم هي صلتة الكولسلو الصلطة يلي منقدمها مع البرجرز او مع الجيج المقلي فينا نيكلها لحالة ممكن ليلا من شو مقالة فيها الصلطة من الملفوف والجزر والسلطة يلي رح نصوية هلا بعد شوية بتشوفوا المكونات تبعيدا بداية عندي هالملفوفة بدي ورقة متل ما عم بتشوفو عم بورقة ورقة ورقة ليه عم بعمل هالشي انا بالكولسلو ما بدي حط ضلوع طبعوه للملفوفة رح شيلن واستعمل بس الورق وهيك بتطلع الصلطة نحن عم نيكلها ممنت ضيق انو فيه ضلوع قاسين بالعكس بتطلع كتير طريقية وكتير طيبة ما في شي رح يزعجكون فيها فازان انا مضطرة اشتغل متل ما عم بتشوفو شيل ورقة ورقة لقدر افصل الضلع عن الوراق ما فينا قصة اربعة وافرمون هيك بينخلطو بصير نقيهم يعني بتاخد وقت اكتر يعني هالملفوفة طلعت ورقة مكبسين كتير على بعضن واخيرا خلصتن من بعد مجهود اكيد بدا نغسلون كتير منيح رح حط الملح وشوية خل ابيض بغمرون بالماء وبدركون حوالي ربع ساعة برجع بغسلون عن جديد كل ورقة بورقتها وبنشفون وبعدين بستعملون للسلطة لازم يكونون نشفين كتير منيح بيكون فيون ماء فا ازان غسلت الملفوفة كلها ورح افرمها كلها للسلطة بنشفت كتير منيح وهلا رح ابدأ بالفرن ناخد الوراق في منهم بيبقوا قاسين يلي هني بيبقوا من جوية الملفوفة عمشيل الضلع مننا موسيقى قد ما فيها ايدكم تساعة نحط على قد الايد منلفهم متل ما عم تشوفو وبفرمهم رفيع كتير قد ما فيكم ترفعو بيكون احسن لهالسلطة يعني انا برأيي كل انواع السلطات يلي مقلف من الملفوف لازم نشتغلها بهالطريقة ونفرمها رفيع كتير احلى شكلا كمان بتصور بالطعم بتطلع اطيب عم يطلعوا معي متل ما انا بدي هالقد رفيع والقد لازم يكونوا هاي دا بسبب كمان انو ما في دلوع لو في دلوع فيهم تركنا للدلوع براح يطلعوا معنا بهالشكل هاي دا فازان مرحلة انو نشيل الضلع كتير كتير مهمة ما نحطو بالسلطة في مكانات يمكن تفرم هالفرمة هاي دا اذا موجودة عندكم نفرموهم فيها اذا بترتاحوا اكتر بس المهمة نخلي الملفوفة تظهر ميتة وتصير هيك دبلينة ضلة على شكلها رح افرم هالملفوفة كلها وبرجع لكم رح خلي كم مشهات كيف عم بفرم موسيقى موسيقى هاي دا اخر كمية من الملفوف فرمتك كلها للملفوفة طلع عندي جات محترم رح تشوفوه نكتار بالجات بس لما حط الصلصة بتشوفو كيف تدبل الخضرة وبتقل بلشنا بفرم الجزر عم بقشرهم اكيد مغسلين بدي افرمهم وبرشهم بالمبرشة ما بدي ايهن خشنين بدي ايهن كتير رفاق لحتى يطلعوا متل ما منشوفهم بين مطاعم وجبة السريعة بيبقوا هيكي بينين اورانج او لون برتقالي بقلب الملفوف بيطلعوا كتير طيبين وشكلهم ناعم كمان ما منحس فيها للجزره كتير بده تكون مبروشي برش استعملت ثلاث حبيت جزر كبار للملفوفي كله لانه نحنا اتكلنا على الملفوف الجزر هيكي تلوينة صغيرة اكيد بتغزي بس الاساس هي الملفوف العيار طلع كتير منيح انه ثلاث جزرات تلعوا رائعين بالنسبة لملفوفي كاملة عم ببرشون على الجهة الخشنة شفتو كيف عم بيطلعو هيك بدي اياهم خلصت برش الجزر حطيتهم مع الملفوف وهيدا الالوان يليه راح نحصل علي بعد شوي بالسلطة الأورانج البرتقالي مع الأخطر فاتح وغامل اكيد الملفوف مع المايوناس بعد شوي بيتبل كمان واللأ راح انتقل للسلصة نحنا بحاجة للمايوناس خردل عسل وملح بالنسبة للمايوناس راح اضع كل المرتبين 35 جرام للملفوفي الكاملة ننزلهم بجات بالنسبة للخردل انا عم بستعمل ديجون طعمته قوية اذا استعملته الخردل العادي بتزيده شوي الكمية اكتر نزلنا كل المايوناس وهلأ بدي ملعه صغيرة مليونة خردل كما انتلكم اذا استعملته الخردل الطعمته اخف بتاخده كمية شوي اكتر يعني ملقعتان بدنا ملعه كمان صغيرة مليونة عسل كما شايفين كل مرتبين اللو الملعه الخاصة فيه ما بنستعمل الملعه زيته للاشياء كله مننزل العسل كله ما ننسى الملح والملح على الزوق بدنا نخلطها كتير منيح حتى يدوب العسل كتير منيح فيها حتى نحس انه كل المكونات صارت متجنسة مع بعضها لكن ما هلأ عم بتشوفه كمان رح اوضع البهار الاسود مع هالسلصة بتعطيناكها رائعة جدا من بعد ما خلطتن كتير منيح نزله كله فوق جادل منفوف اكيد في حال استعملته نص ملفوفة منخفف السلصة مننزله فوق بدنا نخلطها كتير كتير منيح مع بعضهم طبيعي بدنا نخلي المايوناز يتغلغل بكل الملفوفة والجزر ينخلطه كتير منيح مع بعضهم بتصيرو مزيج واحد وغوني السلطة بتكون خلصت شو راييكم لهلا شو راييكم بهالسلصة غير شكل جربوها كتير طيبة اذا حبيتو هالوصفة ما تنسوني باللايك شار وسبسكرايب وما تنسو تفعلو زر الجرس حتى يصلكون كل جديدي من حياة سهوم كوكينج بدنا ناخد وقتنا بالخلط حتى نتأكد انه كله متزش مع بعضه منقدمه مباشرة او فيكن تحطوه شوي حوالي ربع ساعة بالبراد حتى تسقيع كمان بتصير اطياب و اطياب بحب اخلط السلطة بايدي بحس التنتزج مزبوط وبسرعة اكتر بالايد ما بعرف هالمرة مصررة اخلط بالشوكة والسكينة على كلين من بعد ما خلطتها كتير منيح عم بسكبها بجات التقديم متل ما عم بتشوفو سلطة كتير طيبة كتير شهية ما بتفرق شي ابدا عن مطاعم الوجبات السريعة بحال ما منشتريه و صدقوني بطياب كتير الصلسل عملناها مميزة جدا نحستو كيف دبل شوية الملفوف حتى انا عم بخلطة ضغر دبل كلو نسيعو بقلب هالجات التقديم كانت سلطة كتير طيبة قدمت حدة اصابع للجاج المقرمشي المشوية وفيديو نزل على اليوتيوب بفيديو سابق كتير طيبين مع بعضون ونصحكم جربون طولت عليكم شوي بهالوصفة بالاخص الفرم بس حبيت اعطي فكرة للمبتدئات انه فرم الملفوف ما بيكون عشوائي لازم نفصل الورقة عن الضلع والتفاصيل اللي شفتوها كرمال يطلع معكن قطيب جاة ملفوف مشتوري بس مع المايوناز بس حيلا سلطة ملفوف بفرموها بهالشكل بتطلع معكن طرية ما بتزعشكم بالاكل بتصيرو عطول تعملو هالسلطة اللي بتغزي كتير لانه الملفوف كتير طيب وقليل ما بنسويه لانه بنحسو تقيل بشكركم كتير على المشاهدة والمتابعة وبشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا باي باي